ألغيت قيمة الشكات المرتجعة بسبب نقص الرصيد مليار دينار في العام الماضي من أصل 45.5 مليار دينار قيمة الشكات التي تم تداولها بين البنوك بحسب محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريزة والذي اعتبر أنها نسبة مقبولة عالميا تعاني المملكة من أزمة الشكات المرتجعة حيث بلغت قيمتها بسبب نقص الرصيد مليار وأربعمائة مليون دينار في العام الماضي من أصل 45.5 مليار دينار قيمة الشكات التي تم تداولها بين البنوك جاء ذلك بحسب محافظ البنك المركزي زياد فريز والذي اعتبرها نسبة مقبولة عالميا الشيك المرتجع هو أي شيك مسحوب على أي بنك ولا يتم صرفه لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته والشيك بصفة عامة عبارة عن ورقة تجارية تستخدم للوفاء من أجل تجنيب المتعاملين بها مخاطر حمل النقود والتنقل بها وهو وسيلة للإثبات وضمان الدفع ويقوم مقام النقود حذر خبراء اقتصاديون من التدعيات السلبية لتنامي ظاهرة الشكات المرتجعة وانعكاساتها غير الإيجابية على طباط الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى صورة المملكة المالية والاقتصادية بشكل خاص وشددوا على ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ إجراءات حازمة بحق مصدري الشكات بدون رصيد وتفعيل العقوبات ما لم يصوب أوضاعهم خلال مدة قصيرة ترجمة نانسي قنقر